هروح له استاذة الدكتور هاني الناظر واقول له كل سنة وانت طيب يا دكتور هاني ادرك بالصحة السنة يا محمد بي رباني بارك فيك وفي اخلاقك في البداية كده عايز اول حاجة تنصح السادة المشاهدين بايه زي ما بتكتب على صفحتك فيما اتعلق بالتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة الصيف الرطوبة الى اخره ويش حركة يعني طبعا اهم حاجة عندنا الفصل الصيف ان الشمس الحقيقي خاصة الفصل البهيرة بتبقى جديد اوي واكتر حاجة بتقصر بيها هي البشرة طاعتنا والجلد بتاعها لانه ده الحاجة اللي بتتعرض للشمس يعني عضاءنا التاخليين بستخبئة انما جلد هو الصد الطبيعي بتاع الانسان اللي بيقابل الكلام اقول الناس دايما نسلي بنا ان احنا نحافظ على الجلد سليم ازاي ان احنا نحرك نشرب مية كتير ناس كتير ما تاخدش بالها من نقطة المية شرب المية مهمة لجلد ومهمة طبعا لكل عضاء الجسم حل هناك اثار جانبية لزيادة شرب المية لا اشرب زي ما انت عايز حضرتك انما العكس صحيح تماما اه اللي تشربه مية بتعمل جفاف في الجلد بتقص على حيواته بتقدي الى تشغفات في الجلد بتقدي الى التكسر الاظافر للشعر طبعا تأكدرها بقى على جلطات الدم بتعمل جلطات طبعا اذا الشرب بما يعني تقريبا يساوي تلاتة لتر مية متوزعين على مطالة لعوشين ساعة اه الطول ما اقعد جدا جام بالازازة الكوبية بقى اشرب حتى انا ماين بالليل احط لهم شوية ماية لمناصحة اشرب ده رقم واحد رقم اتنين اه يعني الحرث على عدم التعرض المباشر الشامس فضرة الظاهير طب دي اعملها ازاي اللي احنا في ناس طبعية اتعملها بتبقى في الشارع صحيح عندك الفران عندك الراجل البنة عندك اللي عمل نصبة شاي في الشارع كل الناس وانا نازل من شغلي مستني اوتوبيس بقف بتعرض الشامس اسهل حاجة ان انا حط حاجة في قرص بازل بورنيتا كاب ويبقى لونها ابيض ويبقى هي مش بس هي ابيض واللبس كمان لا ابيض دي نقطة اللي قلت هاجي فيها الوقت ان في الجو ده من البس قبل ان الحاجة لونها غامل انا بتعصفز بحرار وياريت تبقى الملابس قطنية احنا الحمد لله عندنا القطن موجود واسعاره كويسة ملابس قطنية الوانها فتحة اغاطرات وممكن يا محمد دي كمان يعني برضو تبقى لو انا ماشي في الشارع ولا حاجة تبصية ظهرة في ايني من هما شمسية اليد وانا حتى دايما بقول الناس اسمها ايه شمسية يعني دي بتاعة المطر زي ما احنا فاكرين لان ايه لو كان بتاعة المطر كانوا اسمها مطرية ايه اسمها شمسية اذا دي بتاعة الشمس فبرضو دي هتحميني وتمنع كمان ضربات الشمس اللي ممكن نتعرض لها الحاجة التالكة بقى ودي ملحوظة مهمة جدا وعايز اتكلم فيها وارود لان فيه ساعات ناس بتتكلف المعضوك نستحمى بمية درجة حيوتها ايه في الجو ده ما ينفعش استحمى بمية سخنة لازم استحمى بمية الباردة العادية ليه؟ عفوا اللي هي برودة ماء الحنفية بزبط مش طبعا مش من التلاجة اه لا يعني هو يفتح الحنفية يستحمى كده اللي انا حلمين نعم لما نقلش دعوا بنحش لما انا بستحمى بمية سخنة بتساعد على تمدد واتساع الشرايين وبالتالي جمية الدم اللي رايح الجلد بتبقى عالية جدا وده هيسخن الجلد اكتر انا عايز في الجو ده ابرد الجلد ورطبه ومش اسخنه وانا في الوقت لما بتعرض لحاجة سخنة مش بجيب حاجة برده ابرد بيها واش صحيح ننفعش احطه بمية سخنة فمن العادات اللي عندنا الناس بتستحمى بمية سخنة فبنقول في الجو ده نستحمى بمية عادية وبلاش المية السخنة اقول الناس حاجة كمان ما بناخدش بنا من اسماء اليوم لابد من تهوية القدم يعني فيه ناس بطبيعة شغلاء بتلبس شراب وجاز مفاتة طويل لازم بين الحين والاخر لازم كده اعلى شراب واحوة رجلية لما ارجع بقى البيت على طول اجففه بسيبش افدا مية في رجل او عرق لان ده بيستاعد الاسابة بسيبش بين الاسابة القدم وليس ما جدنا بصدافة طيب اسمح لي حررتك نروح الى الاكزيمة ما هو تعريف الاكزيمة وكيفية الوقاية وكيفية العلاج الاكزيمة حضرتك نوع من انواع الحساسية الحساسية اللي في جنا دي انواع في منها الارتكارية وفي منها الاكزيمة الاكزيمة كمان نفسها حضرتك انواع يعني فيه انواع من الاكزيمة بتزيد مع التواطر والشد العصبي بنسميها الإجزيمة العصبية فيه إجزيمة بالجنة من التلامس مع المواد الكاموية يعني يتلاقي الناس العمال اللي بيشتعلوا في المصالح الكاموية أو الأسمنت أو الجبس أو سيدات البيوت مع استعمال الصابون بتاع الغسيل والمواعين بيعمل اكتهابات في الإيدين وبتبقى يعني على هيئة الحمرار ثم تسلخات دي بنسميها إجزيمة التلامس يعني لما بتلامس حاجة بتعمل كده فينا بالجنة حاجة إجزيمة من لبز الحشرات يعني مثلا تعرضت لضبور أرس الواحد نحلة نموس كتير دي بتعمل برضو ولدغات ودي ممكن تعمل نوم على الإجزيمة فيه إجزيمة معادن يعني فيه ناس لما يلبس ساعة الاستيج بتاحها معادن أو مرتوكة الحزام أو سيدة تلبس العقد أو السلخلة في الرقبة أو حلق في الودن عند البنات الصورين تبصت يا من إجزيمة المعادن ودي برضو مؤلمة فيه ناس بتجيلها الإجزيمة من أكلات معينة يعني لو بعض الأنواع الأكلات اللي هي زي مثلا البوجة والصلاولة والبنجة والحوادق تبصت يا أعراض الإجزيمة تابعي فإذن هي مرض جلدي ناتج عن تعرض الإنسان لمسبت من الأسباب إدانا بتاع حضرتك إيه العلاج سهل أو بيقض وقت أهم حاجة حضرتك أهم حاجة الوقاية خير مع علاج أنا بدور يعني لو أنا بلد بالتحاجات معدنية بلد ساعة لو أنا سيدة مثلا في البيت بتخسل الضوء أو الهدوم تلبس جوانتي في إيديها ده خلاص المرض مش عيجي وبعد جده العلاج بيبقى طبعا بتبقى الكريمات موضعية مضادة للجهاب نهاء نستمحوا بالليل مع متغس في السمين اللي بريد بيخافز خلال أسبوع وعشرة إيام مع البعد عن المستمباز طيب أيضا الصدفية ودي بيعاني منها ناس كتير في العالم مش في مصر بس وملهاش علاج نهائي رأي حضرتك إيه هل هو مرض مناعي هل نقدر نعمل منه وقايا هل له علاج أقول لي ست حكاية أولا اسمحي تعلق عشان خلالك قلت حاجة مهمة دي وأنا عايز ناس دائما كتير الناس يقول لك أنا عايز علاج نهائي للمرض الفلاني مش بكلمة الصدفية بس أي مرض في الطب مفيش حاجة اسمها كده حضرتك يعني مفيش حاجة اسمها اكتب لي يا دكتور على علاج للمرض الفلاني ده يخيفي ما رجعش تحدي ما كانتش عد غلب اه يعني احدا حدثنا بجينا اصداع بناخد صورسين مساكل ما بيرجعش تاني ده بيرجع تاني والبرد والإسهال والكوحة والمساكل في أي مرض في الدنيا لو جاء الإنسان بياخده علاج يركع أو مرجعش دا كل شيء بالإبن الله فدائما نحن نقول أنا عايز علاج الدكتور بس لوحنا عايز الدكتور اكتب لي علاج نهائي طيب نيجي للصدفية الصدفية عبرها مرض الجنجي ناتج عن نشاط زايد في جهاز مناعي وليس ضعف في مناع يعني نشاط زايد زايد يعني يعني زايد حدثنا احنا الجهاز مناعي وليته بيدافع عن الجسم بتاعنا ضد هجوم أي ميكروبات داخل عليه بيحصل خلل زي ما دافع خلل كده في الكمبيوتر وده جهاز مناعي يتلع أكسام مضادة حرب الميكروبات يروح لحرب الجلد بتاعه طبعا الجلد بيدافع نفسه بإنه بيكون طبقات كتير من الجلد بسرعة فيعمل المظهر اللي بتشوف الصدفية ده جلد سميك وهو أحمر وعليه أشور وفضلية اللون بتشبه الصدف شون كده سموها صدفية وبالمناسبة هو مرض غير معضي لأن في ناس كتير بيتعتقد أن الصدفية معضية وبتسبب مشاكل نفسية كتير لناس حد عايز نعم لا يا جماعة أنا بقول الناس مش حاجز ما كده عايز تقدم راحت عندها صدفية اه عادي مش مشكلة مش مشكلة زي بس في نصائق حضرتك بتقولها الناس تروح لعيوم موسى تروح مياه كبريتية هل تزال هذه النصائح سريع أحسن علاج لا مش مش مياه كبريتية حضرتك مية البحر الملح مية البحر الملح علاج علاج زي الأدوية بالضبط حضرت يعني أنا لو مريض بينزل البحر الفترة دي من أربعة لستة لعصر لو عد ستاعتين دولي ستاعتين دولي ستاعتين دولي طويلة الموجة ده علاج من عايز أقول لحضرتك مية البحر عبوها في أزايز وبيبوها في الأجزقنات الفايزومير والحاجات يعني ده حضرتك علاج مش بس الصلافية يعني حب الشباب لو شاب عنده حب الشباب وبينزل البحر وتعارض مية ملح ده علاج ليه الإجزيمة اللي كنا منتكلم عنيه حضرتك الواحد بينزل البحر كل يوم علاج وفي نفس الوقت طبعا ده علاج ملوش أي أثار جانبية خالف طيب وانت راجع بقى حضرتك دلوقتي هفترض أنك سفرت اسكندرية وراجع وانت راجع بتلاقي شباب وقفين كده في محافظة البحر على الطريق الزراعي ومسكن لك الليفة فاكر الليفة بتاعت ستة وستك زمان وبيبقوها والناس بيشتروها اللي هي الليفة الخشنة دي أنا عارف أن انت ليك رائش ياريت تقوله لأستاذ المشاهدين الحقيقة يعني كويس ما حكي يعني تطلقت المضوع الليفة دي حضرتك هي عبارة عن نبات اللي هو نبات اللوف اكتشفنا من الدراسات إن أنا لما أبقل الليفة دي بالمية يعني أنا استحميت بالليفة وبعد ما بخلص بشتروفها من سطبون وبسيبها متعلقة في الحمان لأنه فيه أنواع من المايكروبات بتتغذي على الليف ده لأنه النبات بتاكله بتيش عليه بتتغذي عليه في وجود المية هذه المايكروبات حضرتك بضر جدا لنصحياتنا وليكيل فأنا رغم أن ما حاجب يستخدم الليفة بتاعتي بس أنا في كل مرة بنقل لكاحة تاني الجسمي بتعملها بنقل المايكروبات دي اللي بتأثر على الجيل والتام الأمر وأنا بقول للناس إقامل تجربة بسيطة هات الليفة بتاعتك بتتعملها لوحدة كيل ويسيبها مبلولة كده في الهوى في الحمان أسبوع وعشر ديال هبصت لقلونها سودة حبيب اللون الأسود ده نوع من الفطريات اللي بتتكون عليه ودي مؤذينا نوع من الفطريات طيب في نهاية اللقاء أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا وياريت كل فترة كده وقتك يسمح لنا بمدخلات قيمة مثل هذه المدخل بشكرك أستاذ الدكتور هاني الناظر العالم الكبير أستاذ الأمراض الجلدية